أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانت فايا عيني مصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سبيا قال رب أن يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس بي من خلقتك من اللحنا وقد خلقتك من اللحنا فالي شكرا بكرة وعشيان يا يحياه ذي الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاك عليه يوم غلد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهبنك غلاما زكيا قال إنما يكون ليهبنك غلاما ولم يمسسني بشرا ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولي نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتمذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاد إلى جذع نخلا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى ما إن تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ارطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جعت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كان تمك بغيا فأشارت ليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم